ماذا لو؟ يقول دكتور مظفر قاسم دخلنا إلى أحد المطاعم العربية في لندن قبيل الغروب لتناول العشاء وبعدما جاء النادل لأخذ الطلبات استأذنت من الضيوف لدقائق ثم عدت فسألني أحدهم أين كنت؟ فقلت له كنت أصلي فاتسم وقال لي هل ما زلت تصلي؟ يا أخي أنت قديم ثم سأل لي منذ متى وأنت تصلي؟ فقلت تعلمتها في السابعة من عمري وأتقنتها وأنا في التاسعة ولم أفارقها قط ولن أفارقها إن شاء الله تعالى فقال لي وماذا لو أنك بعد الوفاة اكتشفت بأنه لا توجد جنة ولا توجد نار ولا عقاب ولا ثواب فماذا ستفعل في صلاتك وصيامك وحجك؟ فقلت له لن أفعل أي شيء لأنني عبدت الله لأنه أهل للعبادة ولكن هذا الكون العظيم بجماله وإبداعه وروعته مستحيل أن يكون بدون صانع مبدع عظيم وهذا يمنعني أن أكون ملحدا شكرني الضيف لأنني تحملته برحابة صدر ثم سألته ماذا لو عكسنا فرضيتك؟ وأنك بعد الوفاة اكتشفت بأن الله موجود وأن جميع المشاهد التي وصفها الله تعالى في القرآن موجودة حقا ماذا أنت فاعل حينها؟ فظل ينظر إلى عيني صامتا ثم حرك شفتيه وقال لو صدق توقعك بقيام الساعة والجنة والنار واقع دخلت أنا النار ودخلت أنت الجنة ثم بعد الطعام افترقنا ووجدته بعد شهر يتصل بي طالبا مني اللقاء في ذات المطعم فالتقينا وتصافحنا وإذا بي أرى نفسي مطوقا بين ذراعيه واضع الرأسه على كتفي وبدأ بالبكاء فوضعت ذراعي على ظهره وقلت له ماذا بك؟ قال جئت لأشكرك ودعوتك إلى هنا لأقول لك جوابي لقد رجعت إلى الصلاة بعد أن قطعتها لأكثر من عشرين عاما كانت أجراس كلماتك ترن في ذهني ولم تتوقف لم أذق طعم النوم لقد أثرت بركانا في روحي وفي جسدي وصدقني شعرت بأنني إنسان آخر وأن روحا جديدة بدأت تسير في هذا الجسد مع سكون وأبان وراحة ضمير لا مثيل لها كنت محروما من كل ذلك وقت إلحادي وهذا الشعور يؤكد لي على حقيقة وجود الله فهذا كان دليل أقوى من كلامك قلت له ربما تلك الأجراس أيقظت بصيرتك بعد أن خذلك بصرك قال هو ذاك تماما فعلا أيقظت بصيرتي بعد أن خذلني بصري شكرا لك من القلب أخي الحبيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون اشتركوا في القناة من أجل تعاطي الخمور دون محاسبة فلما وصلوا اسطنبول اشتروا زجاجات الخمر وركب سيارة أجرة وسكن في فندق هناك حتى لا يراهما أحد وأثناء تسجيل أوراقهما في الاستقبال سألهم الموظف من أين أنتم فقال أحدهم من المدينة المنورة ففرح موظف الاستقبال وأعطاهما جناحا بدل الغرفة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه لأهل المدينة فرح الشابان كثيرا وسهر طوال الليل يشربان الخمر حتى سكر أحدهما أما الثاني فكان فائقا بعض الشيء وبعد وقت قصير فوجئ الشابان بمن يطرق بابهما الساعة الرابعة والنصف فجرا فاستيقظ أحدهما وفتح الباب وهو يفتح عينا واحدة وإذا بموظف الاستقبال يقول له إن إمام مسجدنا رفض أن يصلي الفجر عندما علم أنكم من المدينة المنورة وبفندقنا فنحن ننتظركما بالمسجد في الطابق الأرضي صدم الشاب بالخبر وأسرع إلى صاحبه وإيقظه وقال له هل تحفظ شيئا من القرآن فرد عليه أنه لا يمكن أن يصلي إماما ثم جلس يفكران كيف يخرجان من هذا المأزق وإذا بالباب يطرق مرة أخرى ويقول لهما موظف الاستقبال نحن ننتظركما بالمسجد بسرعة قبل وزوغ الفجر فدخل دورة المياه واغتسل ثم نزل إلى المسجد وإذا به يمتلئ عن آخره وكأنه صلاة جمعة فتقدم أحدهما للصلاة فلما كبر وقال الحمد لله رب العالمين بكى أهل المسجد وهم يتذكرون مسجد رسول الله فبكى الشاب معهم وقرأ الفاتحة والإخلاص في الركعتين لأنه لا يحفظ غيرهما أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وبعد الصلاة وتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اتصلت سيدة عجوز ببنك الطعام تطلب حضور مندوب لاستلام خمسة بطاطين تبرعا منها لصالح ضحايا السيول وتركت عنوانها بالتفصيل وصل مندوب البنك بصعوبة بالغة إلى مكان إقامة السيدة العجوز فوجدها عجوزا أكثر مما تصور هزيلة أكثر من أي توقع بسيطة أقل من أي فقير تسكن غرفة صغيرة تحت بئر سلم واستقبلت موظف البنك باشتياق شخص يبحث عن ضوء في عتمة أصرت على أن تعد له واجب ضيافة وهو كوب من الشاي كان الموظف الشاب يشرب الشاي وهو يراقب عروق وجهها تنتفض وهي تحكيم فعلة وكان مندهشا تصرخ في وجع لا تتعجب نعم أنا فقيرة لكن هناك من هم أفقر مني أنا أحصل على معاش زوجي المتوفي رحمة الله عليه ثلاثمائة جنيه اشتريت بمائتين وخمسين هذه البطاطين وسيدبر الله الأمر حتى آخر الشهر بالخمسين المتبقية غرفة لا تتسع أكثر من شخصين سرير صغير يتحمل بصعوبة جسدها النحيل لمبة في السقف وتلفاز بإريال معلق على شباك المنور تلفون جوال قديم يبدو أنه نافذتها الوحيدة مع الحياة وابتسامة دافئة كبيرة تكشف عن زمن بعيد لم تعرف فيه أبعد من هذه الغرفة ومن هذا المكان قال الموظف لكن يا حجة كريمة أنت أولى بحق الخمس بطاطين فقالت له يا بني ما شاهدته في التلفاز يمزق القلب ناس عارية ملقات في الشوارع من غير بيت ولا غطاء أنا سترني الله في غرفة أغلق بابها علي وأنام في دفئها هم ليس عندهم غرفة ولا باب ذهب الموظف بأغلى خمس بطاطين إلى مقر بنك الطعام وحكى لهم ودموع كثيرة في عينيه قصة الحاجة كريمة كرمها الله وكبرياؤها وكريماتها البريئة الحقيقية هذه السيدة التي لا تخاف الفقر ولا الجوع ولا البرد ولا المرض ولا الموت تحب الله وتعيش في أمانه اقترح زملائه أن يقدموا معاشا شهريا معونة عاجلة البحث عن شقة صغيرة لها سرير أكبر ثلاجة بها طعام لكن موظف البنك الذي ذهب لها قال لهم بثقة من عرفها عن قرب إنها سترفض كل شيء ولكن بعد إلحاح أصحابه بأن يذهبوا لها بشقة صغيرة وثلاجة وسرير أكبر وافق على اقتراحاتهم وبعدما جهزوا لها كل الأشياء ذهبوا إليها فلم يجدوها وعندما سألوا عنها وجدوها قد ماتت وكان هذا التبرع الكريم حسن الخاتمة لها لتلقى الله عز وجل بهذا الكرم العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور هذه قصة حقيقية أشبه بالخيال تقشعر لها الأبدان فلقد استيقظ السلطان سليمان القانون من النوم فزعا مما رآه في منامه فنادى على حرس من حراسه المقربين وقال له جهز لنا الخيل سوف نخرج اليوم متنكرين لنرى شؤون الناس عن قرب وبعد أن خرج هو وحارسه فقط مر من أمام جثة رجل ملقات في أحد الشوارع ولا أحد من الناس يقترب منها فسأل السلطان بعض الناس جثة من هذه فقالوا له إنها جثة رجل زان وشارب للخمر وليس عنده أولاد أو أهل غير زوجته ولا أحد من الناس يقبل أن يدفنه فغضب السلطان وقال أليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم حمل السلطان الجثة الرجل وذهب بها إلى زوجته فما كان منها إلا أن بكت بكاء شديدا فتعجب منها السلطان وقال لها لماذا تبكين وزوجك كان زانيا وشارب للخمر فقالت له إن زوجي كان عابدا زاهدا لله غير أنه لم يرزق بأولاد ومن شدة حبه للذرية وللأولاد كان يشتري الخمر ويأتي به إلى البيت ويصبه في المرحاض ويقول الحمد لله أني خففت عن شباب المسلمين بعض المعاصي وكان يذهب إلى اللواتي يفعلن فاحشة الزنا ويعطيهن أجرهن ليوم كامل على شرط أن يرجعن إلى بيوتهن ويقول الحمد لله أني خففت عنهن وعن شباب المسلمين بعض المعاصي فكنت أقول له إن الناس لهم ظاهر الأعمال وإنك سوف تموت ولن تجد من يغسلك ويدفنك ويصلي عليك فكان يضحك ويقول سوف يصلي علي السلطان سليمان والوزراء والعلماء وجميع المسلمين فبكى السلطان وقال والله إني أنا السلطان سليمان وإنه لصادق والله سوف أغسله وأدفنه بنفسي وأجمع جميع المسلمين للصلاة عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ثم أمر السلطان سليمان القانوني أن يحضر الجيش كله للصلاة عليه وأن يحضر جميع المسلمين وأن يدفن في مقابر الصلاطين العثمانيين وبالفعل حضر الكل فكانت أكبر صلاة جنازة في التاريخ فلا تحكموا على الناس من مظاهرهم واجعلوا بينكم وبين الله عملا صالحا لا يعلمه إلا الله حسن الخاتمة في قرية صغيرة كان يعيش صاحب الحملات للحج والعمرة وكان له جار غافل لا يصوم ولا يصلي وذات ليلة رأى صاحب الحملات في منامه من يطلب منه أن يأخذ هذا جاره الذي لا يصلي ولا يصوم لأداء العمرة وعندما استيقظ الرجل من نومه اندهش كثيرا من هذه الرؤية العجيبة ولكنه لم يهتم لأمرها وفي ليلة أخرى تكررت هذه الرؤية مرة ثانية فزادت دهشة الرجل لذلك ذهب لأحد الشيوخ المشهورين بتفسير الرؤى ليسأل عن تفسير ما رأاه فقال له الشيخ المفسر إن رأيت هذه الرؤية في منامك للمرة الثالثة فاذهب لهذا الجار وحمله لأداء العمرة وبالفعل رأى الرجل نفس الرؤية للمرة الثالثة في منامه فذهب للبحث عن الجار حتى عثر عليه وطلب منه أن يأتي معه لأداء العمرة فقال له جاره كيف آتي لأداء العمرة وأنا لا أصلي فقال له الرجل إن أردت يمكنني أن أعلمك الصلاة وبالفعل بدأ الرجل يعلم جاره الوضوء والصلاة وبدأ الجار يواضب على أداء الفروض الخمسة فقال الرجل له هيا إلى العمرة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذهب الرجلان معا لأداء العمرة واعتمر الجار وقبل أن يعودا راجعين قال صاحب الحملات لجاره هل تريد عمل شيء آخر قبل الرحيل فقال له نعم أريد أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ذهب الجار إلى مقام إبراهيم وبعدما صلى مات في سجوده فتعجب صاحب الحملة أشد العجب وأخذ يفكر في نفسه قائلا كيف يمكن أن أرى هذا الرجل في منامي وآتي به إلى هنا لأداء العمرة ثم يموت في هذا البكان وهو ساجد بعد أن كان لا يصلي ولا يصوم لابد أن وراء هذا الرجل سرا عجيبا وعندما عاد الرجل ذهب إلى منزل جاره المتوفي وسأل أهله عن أعماله وعن حاله فقالت له زوجته إن زوجي كان مشهورا كما يعلم الجميع بأنه لا يصلي ولا يصوم ولكن كانت لدينا جارة عجوز فقيرة ومحيدة فكان زوجي يعطف عليها ويرعاه ويحمل لها الفطور والغداء والعشاء يوبيا وكانت تدعو له دائما بحسن الخاتمة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كان هناك رجل عراقي يعمل جزارا كل يوم يأخذ الماشية ويذبحها واستمر على هذا الحال وفي يوم من الأيام رأى امرأة في الشارع مطعونة بسكين فنزل من سيارته ليساعدها وأخرج السكين منها ثم أتى الناس ورأوه فاتهموه أنه هو الذي قتلها وجاءت الشرطة لتحقق معه فأخذ يحلف لهم بالله أنه ليس الذي قتلها لكنهم لم يصدقوه فأخذوه وضعوه في السجن وأخذوا يحققون معه لمدة شهرين ثم حكم عليه بالإعدام وعندما حان وقت الإعدام قال لهم أريد أن تسمعوا مني هذا الكلام قبل أن تعدموني لقد كنت أعمل في القوارب قبل أن أصبح جزارا أذهب بالناس في نهر الفرات من الضفة إلى الضفة الأخرى وفي أحد الأيام عندما كنت أقوم بتوصيل الناس ركبت امرأة جميلة قد أعجبتني فذهبت لبيتها لأخطيبها لكنها رفضتني وبعد ذلك بسنة ركبت معي نفس المرأة ومعها طفل صغير وكان ولدها فحاولت أن أمكن نفسي منها لكنها صدتني وحاولت مرارا وتكرارا ولكنها كانت تصدني في كل مرة فهددتها بطفلها إذا لم تمكنني من نفسها وأقسمت لها بأنني سألقي بالطفل في النهر والإرهابها وضعت رأس طفلها في النهر وأخذ يصيح بأعلى صوته ولكنها ازدادت تمسكا ومن غضب الشديد ظللت واضعا رأس الطفل في الماء حتى انقطع صوته ثم ألقيت به في النهر وبعدما قمت بقتل أمه وبعت القاربة وعملت جزارا وها أنا ألقى جزائي على جريمتي التي نفذتها مع تلك المرأة وطفلها أما المرأة المطعونة بالسكين فلم أقتلها فابحثوا عن القاتل الحقيقي ولقد زاد يقين اليوم بأن القاتل يقتل ولو بعد حين ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تزوج شاب ريفي يمتاز بطيبة القلب والبساطة من فتاة حسنة الخلق لا تقل عنه طيبة ومروء وبعد الزواج بفترة قصيرة جاء إلى المدينة هو وزوجته ومن سوء حظه أنه سكن بجوار رجل اشتهر بجبروته وظلمه والإساءة إلى جيرانه والأدهى من ذلك أن بناته وأولاده قد أخذوا نفس الصفات السيئة من أبيهم فكثيرا ما اعتدوا على جيرانهم بالسب والضرب وكثيرا ما طمعوا في ممتلكات الآخرين وأخذوها بالقوة والإكراه وذات يوم وأثناء وجود الزوج الشاب في عمله حدثت مشادة كلامية بين زوجته المسكينة وإحدى بنات هذا الرجل الظالم في مدخل هذه العمارة فتطاول عليها كل أسرة الرجل الظالم واعتدوا عليها بالضرب الشديد وبصل الأمر إلى تمزيق ملابسها حتى طر أحد الجيران أن يلقي عليها ملآة سرير ليسترها ولم يستمع الظالم لنصيحة هذا الجار الذي ذكره بانتقام الله منه إن لم يكف عن إهانة هذه الزوجة الطيبة ظلت الزوجة المسكينة التي ليس لها حول ولا قوة تبكي في أسا شديد وعندما جاء الزوج وأثناء دخوله للعمارة استقبله الرجل الظالم بالسب وكل ألفاظ نابية دون أن يعرف سببا لما يسمع وعندما وصل الزوج إلى زوجته بكت بكاء شديدا وحكت له كل ما حدث لها ونظرا لضعفهما لم يستطيع فعل أي شيء وبعد بكاء بطول الليل من الزوجين لم يكن أمامهما إلا الدعاء على هؤلاء الظالمين ثم قال لبعضهما بعد إهانتنا وضياع كرمتنا أمام الناس لا نستطيع البقاء في هذا الحي ثم قرر مغادرة المكان مكسورين الخاطر والعودة لقريتهما وبعد أن هجر المكان حدث حريق في منزل الظالم واشتعلت النيران في ملابس بناته الظالمات التي ضربنا الشابة المسكينة وخوفا من وصول النار لأجسادهن خلعنا ملابسهن وخرجنا عاريات في نفس المكان الذي كشفنا فيه جسد الشابة المظلومة ليكون الجزاء من جنس العمل وإذا بالجار الذي حذر الرجل الظالم من انتقام الله يرجع إلى الرجل الظالم ويذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتا فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين في يوم من أيام رمضان جلست أسرة فقيرة على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمامهم ينتظرون أذان المغرب وقد كان رب الأسرة لا يملك من أمر الدنيا شيئة وقد جلس شارد الفكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين صاحب البيت ذلك الطاغية الجبار الذي تهدده وتوعده إن لم يأتي له بإيجار المسكن المتأخر عليه اليوم ليطردنه من البيت فماذا يفعل هذا المسكين وهو لا يجد لقمة العيش ولا يستطيع أن ينتصر لنفسه أفاق الرجل من خيالاته على صوت مزعج خارج المنزل وهو صوت الظالم صاحب المنزل الذي تجرأ وفتح الباب بعنف من دون استئذان ثم دخل ووقف كالمارد أمام الأب المسكين الذي تحيط به أسرته البائسة ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يسبه ويشتمه ويركله بقدمه وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبعد ألم شديد ألحقه الطاغية بالمسكين خرج متكبراً بعد أن أخذ كل ما تملكه الأسرة من أثاث قديم وترك صاحب الأسرة الفقيرة كالميت انطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب وهو يقول الله أكبر في أول يوم من رمضان وعند وقت إجابة الدعاء فرفع المظلوم يديه إلى السماء ثم قال اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه ثم استغفر الله وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وما هي إلا ثلاثة أيام وإذ بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه فينقل إلى المشفى وبعد الأشعة والتحاليل قرر الأطباء أنه مصاب بمرض السرطان وأنه لا بد أن تبتر قدبه وإلا انتشر السرطان في رجله وبعد عشرة أيام خرج من المستشفى بقدم واحدة لا يستطيع المشي عليها وكانت المقطوعة هي القدم التي ركلت وضربت المظلوم فأخبرته زوجته أن ما حدث له كان بسبب دعوة الأب المسكين الذي اعتدى عليه وأهنه وسط أسرته ولم يرحم فقره أو حاجته وذكرته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وأوسطه بالذهاب إلى هذا الأب وطلب العفو منه وإرضائه وتعويضه عما أحدته به من سب وضرب وإهانة واستيلاء على أثاثه البسيط الذي لا يملك غيره ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما ينقاها إلا الذين صبروا وما ينقاها إلا ذو حظ عظيم اقتنع صاحب البيت بكلام زوجته وما كان منه إلا أن أحضر لأسرة المسكين أثاثا جديدا وتنازل له عن سكنه بلا مقابل ثم ذهب إليه وقبل يده وبكى أمامه ليغفر له ويسامح رزق شيخ في الستين من عمره بأول مولود له فكان دائما من يفكر في مستقبل ولده ويقول أنا رجل كبير وزوجتي كذلك فمن سيتولى ابني بالرعاية بعد وفاتي وذات ليلة طالت فترة سقوط الأمطار وكانت كل بيوت المنطقة من الطوب اللبن فدق الباب رجل من الجيران قد هدم المطر كل بيته وكان يطلب المساعدة فأخرج الشيخ سرة من المال وأعطى الجار نصفها ثم أعاد الباقي إلى مكانه وكان مع الجار قريب له أخذ ينظر إلى مكان السرة وفكر في طريقة يأخذ بها باقي المال دون أن يعرف الشيخ بذلك ثم توصل بسرعة إلى خطة حيث قال في نفسه سأخرج الولد الصغير خارج البيت فإذا سمعت الأم صراخة ستخرج لأخذه ثم أدخل وأقتل الأب وأسرق المال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون وبعد قليل فعل ما أراد وأخرج الطفل خارج المنزل فلما زاد تساقط المطر سمعت الأم صراخ طفلها خارج المنزل في أقصى المزرعة فقالت لزوجها إن ابني يصرخ خارج المنزل فكيف خرج وهو صغير لا يستطيع المشي تعال معي لنأخذه فأنا أشعر أن في الأمر شيئا رفض الشيخ الخروج ولكن مع إصرار الزوجة خرج الشيخ معها فلما خرج دخل الجار يريد سرقة الصرة وفي هذا الوقت وجد الزوجان الطفل في أقصى المزرعة فعاد للمنزل فإذا المنزل قد سقط سقفه وتهدم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فقال إن من أخرج الطفل هم الملائكة حتى لا نموت في البيت وبات الليل عند أحد جيرانهم فلما كان الصباح حدثت المفاجأة فعندما ذهب للمنزل لأخذ أمتعتهم وجد قريب جارهم قد مات في المنزل وهو ممسك بصرة المال التي أراد سرقتها فقال أحد الجيران للشيخ لقد جبرت خاطر جارك ومددت له يد المساعدة فجبر الله خاطرك وانتقم ممن خطط ودبر ومن يومها لم يعد الشيخ قلقا على ولده فقد علم أن الله لن يضيع وبكل أمره لله وقد أصبح ولده إماما وخطيبا وحافظا للقرآن الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كما تدين تدان كان هناك شاب كغيره من الشباب يستعمل الإنترنت وغيره من وسائل الاتصال وكان يعرف الكثير من البنات يغازلهن بأجمل وأرق الكلمات وبعدها يعيدهن بالزواج ثم يتهرب منهن وكان يكرر كلماته على كل فتاة يعرفها ومنهن من قابلهن بطرقه السرية ولكثرة من عرف تأكد أن جميعهن خائنات وكان لهذا الشاب أخوات كان يحرص عليهن أشد الحرص حتى لا يقعن بأمثاله من الشباب فلم يسمح لهن بالرد على الهاتف أو حتى النظر من النافذة وكان يوصلهن بنفسه إلى الجامعة ويترقب جميع تحركاتهن حتى في البيت كان يشدد عليهن الخناق وفي يوم من الأيام أوصل أخته إلى الجامعة وبعد أن تأكد من دخولها ركب سيارته وعهد إلى البيت ليكمل أحاديثه مع الصديقات والخليلات في هذا الوقت حدثت حادثة مفجعة حيث أن سيارة انقلبت على من فيها ولو تعلمون من كان فيها لقد كانت أخته مع شاب بنفس صفات أخيها مخادع كاذب وقد ماتا معا موتة مهينة ماتا على معصية وقد تعرفوا عليها من خلال بعض الأوراق التي تناثرت في الهواء وقد اتصلت الشرطة ببيت أهلهما ليتعرف على الجثث وكانت الفاجعة عندما رأى الشاب أخته وقد علم بعدها أنها تحب هذا الشاب الذي مات معها وقد تعلقت به فتذكر كل الكلام الذي أسمعه للبنات وعندها جهر بالبكاء واستغفر ربه وعرف أن الله حق وأن الدهر دوار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقد تعلقت به فتذكر كل الكلام الذي أسمعه للبنات وعندها جهر بالبكاء واستغفر ربه وعرف أن الله حق وأن الدهر دوار وتيقن أن ما فعله ببنات الناس انقلب عليه وما ربك بظلام للعبيد وحتى الآن يبكي هذا الشاب وكلما تذكر أخته والطريقة التي ماتت بها يردد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان ذكر العجلي في تاريخه أن امرأة بمكة جميلة لدرجة تفوق الوصف نظرت يوما إلى وجهها في المرآة وقالت لزوجها أترى أن أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به قال زوجها نعم عبيد بن عمير العابد الزاهد في الحرم قالت الزوجة بثقة إن أذنت لي وكشفت وجهي عنده فسوف أفتنه قال الزوج متحديا قد أذنت لك ذهبت الزوجة إلى الحرم وطلبت الحديث معه لتستفتيه في أمر هام فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام فكشفت عن وجه ليس له مثيل في جماله فقال لها يا أمت الله غطي وجهك واتقي الله فقالت له إني قد فتنت بك وأرجو أن تقضي حاجة لي قال عبيد إني سائلك عن أشياء فإن أنت صدقتي نظرت في أمرك قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقتك قال عبيد أخبريني لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال عبيد فلو أدخلت في قبرك فأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال عبيد فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال عبيد فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين تنجين أم لا أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال عبيد فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال عبيد فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا قال عبيد فاتق الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك فلا تعصيه بنعمه التي فضلك بها عن سائر عباده واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفع كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فرجعت الزوجة إلى زوجها نادمة حزينة فسألها ماذا صنعتي فقالت له أنت فاسق ونحن فاسقون الناس يتعبدون ويستعدون للآخرة وأنا وأنت على هذا الحال ثم تابت إلى الله وأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة حتى ماتت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة